موسيقى لازال المغرب يواصل نمو صادراتي نحو إسبانيا من الخضر والفواكه حيث أظهرت إحصائيات 2021 ما بين فاتح يناير إلى غاية ما تم شتنبر الماضية عن ارتفاع الصادرات المغربية إلى السوق الإسبانية من الخضر والفواكه بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضية ووفق مصادر إسبانية متخصصة بناء على الإحصائيات الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب الخاصة فإن قيمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا من الفواكه والخضر خلال الأشهر التسع الأولى من السنة الجارية بلغت 608 مليون أورو وبالتالي يعتبر المغرب هو المصدر الأجنبي الأولى لإسبانيا وحسب دات المصدر فإن إحصائيات الخمس سنوات الأخيرة تكشف عن نمو متصاعد للصادرات المغربية من الفواكه والخضر للثوق الإسبانية حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 38% كما أن حجم الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو إسبانيا عرفت ارتفاعا خلال الخمس السنوات الأخيرة وهي الزيادة متواصلة يتوقع أن تستمر في الثنوات المقبلة وتكشف هذه الأرقام عن الإقبال الإسباني على المنتوجات الفلاحية المغربية بالرغم من المعارضة الشديدة التي تلقاها المستوردون الإسبان من طرف الاتحادات الفلاحية الإسبانية التي ترى في المنتوجات المغربية المنافسة الشرث الذي يسبب لهم الكثير من الخسائر وكانت العديد من الاتحادات الفلاحية الإسبانية خاصة في منطقة الأندلس قد سبق أن نظمت العديد من المثيرات والوقفات الاحتجاجية للاحتجاج على المنافسة المغربية لمنتوجات من الفلاحية حيث يعتبرون أنها منافسة غير عادلة على اعتبار أن اليد العاملة في المغرب رخيصة مقارنتنا باليد العاملة في إسبانيا ومما يزيد من صعوبة المنافسة على الفلاحين الإسبان أن المنتوجات الفلاحية المغربية تتميز بالجودة مع ثعر منخفض مقارنة بأسعار المنتوجات الإسبانية وبالتالي يطالبون الحكومة بالتدخل من أجل حمايتهم إلا أنه في ظل الاتفاقية الموجودة بين المغرب والاتحاد الأوروبية يصعب اتخاذ أي قرار أو إجراءات في هذا المجال يحدث في بلاد القوة الإقليمية طوابير طويلة ومشاحنات بين الجزائريين للحصول على قارورة زيت المائدة وفي أغرب مشهد قد تلمحه الأعين في القرن الواحد والعشرين لا يذل المواطنون في دولة الجزائر يتراثون في طوابير لا نهاية لها أمام المتاجر ولثاعات طوالة بغية الضفر بقنينة زيت المائدة الشبه منعدمة في بلاد الكابرانات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولا أدل على حجم أذمة الغذاء التي يعانيها الجزائريون على عهد ثاكن قصر المرادية إلا ما وطقته الكاميرات والناس تهرول يمينا وشمالا لاقتناص قنينة الزيت مخافة نفار المخذون ضاربين بعرض الحائط مخاطر التذاحم والتدافع في زمن كورونا لأن من يديرون شؤون البلاد لا قيمة يولونها لصحة الجزائرية ولا لتحثن معيشه اليومية والجدير بالذكر أن الجزائر تعيش منذ فترة على وقع أذمة غدائية حادة أرخت بدلال على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بحيث ثار المواطن الجزائري يعاني الأمرين للحصول على كيلو بطاطس أو علبة حليب أو حتى الثميد نهيك عن أذمة العطش التي أخرجت الجزائريين غير ما مر في وقفات احتجاجية لكن النظام يستخدم ثياثة الأدان الصماء لأنه دائم الانشغال بالمملكة المغربية وفي صفعة جديدة لأعداء الوطن جامعة الدول العربية توصي شركائها باعتماد خريطة المغرب كاملة ولأن المغرب مؤمن بعدالة قضية وحدته الترابية لا ذال يحرز نجاحات ديبلوماثية والأخرى آخر الخطوة الإيجابية التي عبرت عنها جامعة الدول العربية بخصوص ملف الصحراء المغربية ويتعلق الأمر أثاثا بمدكرة رسمية عممتها جامعة الدول العربية على مختلف شركائها توصيهم من خلالها بضرورة اعتماد خريطة المغرب كاملة وهو ما يشكل اعترافا صريحا وواضحا بثيارة المغرب على أقالمه الجنوبية وبحث بدات المذكرة فقد شددت الجامعة على وجوب اعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات مرفقة بثورة لخريطة الدول العربية والتي تضم خريطة المغرب كاملة وإثر ذلك رثلت الأمان العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أعضائها وجميع الأمناء العامون للاتحادات العربية المهنية تنقل لهم فحوى المذكرة التي تلقتها من جامعة الدول العربية لم تلقي واشنطن في آخر المواقف التي أعلنت عنها حول قضية الثحراء المغربية أي اهتمام للإدعاءات المتكررة للنظام الجزائرية الذي يردد دائما بأنه لا دخل له في نزاع الصحراء وأن القضية هي قضية نزاع بين المغرب وعثابة البوليساريو حيث اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في هذه القضية وحسب آخر بيان إعلامية صادر عن الولايات المتحدة بشأن الصحراء المغربية والمنشور على الموقع الرسمية للبيت الأبيض يوم أمس الخميس فإن واشنطن أعربت عن ارتياحها بتعيين استفان ديمستورا الذي وصفته بأكثر الدبلوماسيين الدوليين دوي التجربة الكبيرة لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء مشيرة إلى الأطراف الرئيسية للنزاع هما المغرب والجزائر وسبق أن أشرت الخارجية الأمريكية في بلاغات سابقة إلى الجزائر كطرف في نزاع الصحراء وقد أكدت في البيان الأخير تجاهلها للدعاءات نظامها الذي يروج إلى كون أن الجزائر ليست طرفا في هذه القضية بالرغم من مساندتها لعثابة البوليساريو وتحويل وزارة خارجيتها إلى ما يشبه الناطق الرسمية للجبهة الوهمية وتتماشى واشنطن مع ما أكده المغرب أكثر من مرة وآخر وتصريح وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطا منذ الشهور عندما قال بأن الجزائر جزء من الصراع في الصحراء وعليها أن تجلس على طاولة المفاوضات من أجل البحث عن حلول لهذه القضية التي استمرت طويلة وبالمقابل فإن الجزائر ترفض لحد الآن الجلوس أمام المغرب للتفاوض حول قضية الصحراء وتعتبر نفسها بعيدة عن هذا النزاع لكنها تواصل استضافة العثابة الانفصالية على أراضيها وتقدم لها الدعم المالي والمعنوية والعسكرية وتوفر لها الثلاحة وتتحدث بإثمها في العديد من المحطات الدولية وهو الأمر الذي يبدو متناقدا مع الدعاءاتها ولم يقنع الولايات المتحدة الأمريكية ويرى الكثير من المتتبعين لنزاع الصحراء الذي فاق عمره أربعة عقود أن من أبرز الأسباب التي تقف وراء طول مدة هذا النزاع هو النظام الجزائرية الذي يصر على وضع العصى في العجلة إذ يقدم دعمه لعثابة البوليثاريو لإدامة النزاع من جهة ومن جهة أخرى يرفض التفاوض حول هذه القضية مما يصعب مأمورية الوصول إلى حل كما أن قضية الصحراء تبقى هي من أبرز الأسباب وراء توتر العلاقات بين المغرب والجزائر وهي التي تقف وراء عدم اكتمال طموح إنشاء اتحاد مغاربية وفق ما قاله الرئيس التونسي الأسبق منصف المرذوقي حيث اعتبر أن استمرار نزاع الصحراء يعيق أي توحد في المنطقة يشار إلى أن النزاع الصحراء هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر وتطالب عثابة البوليثاريو هي حركة انفصالية إرهابية تدعم السلطة الجزائرية بخلق دولة وهمية في منطقة المغرب ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولية من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكث على حكم داتي موثعة في إطار الثيادة المغربية ويفاهم في تحقيق اندماج اقتصادية وأمن إقليمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر